دقائق معدودات قبل الإفطار قسم الاستعجالات بمستشفى سبدوبيت نمسان يشهد كغيره من مستشفيات الوطن إقبال متزايدا للمرضى الذين تعرضوا لحوادث مرور بسبب سرعة مفرطة أو بعد الإفطار بسبب التخمة أو أصحاب أمراض مزمنة طالبان الاستشفاء حالات مستعجلة خاصة حوادث مرور أو حوادث أخرى حالات أخرى زيادة عن ما كنا نستقبله من قبل وهي حالات لها علاقة مرتبطة فراد في الإفطار ما يؤدي إلى عسر الهضم خاصة عند مرضى السكري مضاعفات الذين لا يحترمون الوصاية ورغم دخول موعد الإفطار إلى أن الأطباء والممرضين المناوبين بمصلحة الاستعجالات يواصلون عملهم دون توقف وهذا خدمة للمريض كان بإمكانه تفادي حدوث مضاعفات ممثلة تشهد هذه المصلحة ما يصل حوالي 80 مريض نتيجة حوادث المرور يتم تحويله مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات عن طريق الحمية المدنية أو عن طريق الخواص أما فيما يخص الأمراض المتعلقة بتغير نمط الغذائي أو التوازن الغذائي فتشهد كذلك وفود عدد من المرضى يتعلق باختلالات الجهاز الهضمي مما يتم استشفاءهم على جنح الصرعة وتقديم الإجراءات العلاجية إذن هو حال الجيش الأبيض الذي يبقى ساهرا على صحة وراحة المريضة المطالب الحفاظ على سلامة صحته